بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون العمل الأردني بتناوله لعدد من المحاور الأساسية التي تعتبر تقدماً وتمييز لم يسبق له مثيل في القانون على مدار السنوات منذ صدوره في عام 1960 التمييز بشكل خاص في الأجور بين الذكور والإناث هذه إضافة نوعية تم إضافة تعريف لتوضيح مفهوم التمييز وكيف أنه محظور وأيضاً في هذه الحالة إذا تم ارتكاب أي مخالفة تتعلق بالتمييز يكون هناك عقوبات تصل إلى حوالي ألف دينار كغرامة أضيفت نصوص واضحة حول تعريف العمل المرن العمل المرن كما يعرف الجميع هو العمل له أشكال متعددة منها العمل عن بعد بمعنى من خارج موقع العمل المعتاد أو العمل بساعات جزئية محددة أو العمل في أوقات مختلفة عن أوقات العمل الطبيعية اللي بتمارسها المؤسسة هاي هدف منها تشجيع ذوي المسؤوليات العائلية بشكل خاص على الدخول إلى سوق العمل التعديلات تناولت تسعين وثلاثون مادة موجودة في القانون المؤقت لعام الفين وعشرة تضمنت إدخال مفهيمة جديدة وتعديلات منسجمة مع معايير العمل الدولية في حكم إضافة جديد أضيف لنص المادة 12 من قانون العمل وهو تصريح العمل وهي مسألة كتير مهمة إذا منتحدث لأبناء الأردنيات وهي تعتبر شكل من أشكال خلينا نقول الإنصاف لأبناء الأردنيات بأن منحوا حق العمل دون تصريح وطبعا هذا نسحب أيضا على أبناء قطاع غزة أنه تم إدراج إجازة للأبوة اللي هي ثلاثة أيام على غرار ما هو معمول فيه في نظام الخدمة المدنية لأنه مش معقول العامل بشتغل في القطاع العام يحصل على مثل هاي الإجازة ولا يحصل عليها العامل اللي هو بشتغل في القطاع الخاص وتبقى هذه التعديلات طي الأوراق إلى حين الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس النواب والأعيان لتنشر في الجريدة الرسمية ليلة خالد رؤية